قال دكتور أسامة نجيفي رئيس متحدون للإصلاح ورئيس البرلمان العراقي السابق في لقاء خاص لأخبار الآن قال إن القوات الأمريكية تتقوم بعمليات نوعية من خلال استهداف قادة التنظيم ومراكز تمويله في الموصل ما يسهم بعملية تحريره هناك عمليات نوعية تقوم بها القوات الأمريكية وبعض وحدات الخاصة من الفيشمرقة بعمليات إنزال وعمليات اغتيال للقادة الإرهاب وهي عمليات تربك الإرهابيين وتجعل حركتهم محدودة وأعتقد هي عمليات مهمة جدا لمعركة الموصل ومتطورة وكثيرة ونحن ندعم ونؤكد على ضرورة تعزيز هذا المنهج في حرب الإرهاب واستهداف القيادات المهمة